قصف ليس الأول ويبدو أنه ليكون الأخير فقد شنت القوات التركية غارات جوية على محافظة دهوك شمالي العراق مستخدمة طائرات F-16 بالإضافة إلى المدفعية الثقيلة التبريد التركي عادة ما يكون ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني وشك العراق مرارا من هذه الهجمات باعتبارها انتهاكا لسيادته فإلى متى تستمر الغارات التركية في انتهاك الأراضي العراقية من دون رادع أو حتى تحرك دولي معنا من دهوك الكاتب والباحث السياسي كفاح محمود أهلا بك أستاذ كفاح عبر سكاينيوز عربية أريد منك من فضلك قبل الدخول في هذه التفاصيل والقراءة أيضا السياسية والاستراتيجية تفاصيل هذه العملية للجهة الأمنية المناطق المستهدفة وربما ماذا تبدل اليوم في هذه العملية التركية والتبيرات السابقة بداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح هذا اليوم شنت المقاتلات التركية طبعا تزامنا مع استخدام المدفعية بعيدة المدى بعض المواقع التي تفترض وجودها السلطات التركية وهي في سلسلة جبال كورا زورا المطلة على ناحية شيلدزي في قضاء العمادية هذه المنطقة تدور فيها صراعات منذ سنوات طويلة طبعا ما بين عناصر حزب العمال الكردستاني التركي وما بين السلطات التركية هناك اتهامات متبادلة ما بين الطرفين ويعرف الجميع أن هذا الحزب هو أحد الأحزاب المعارضة للنظام السياسي التركي ويمتد صراعه إلى ما يقرب من ربع قرن من اليوم للأسف الشديد نقلوا صراعهم في الأراضي العراقية وتحديدا في المناطق التي تقع ضمن أقليم كردستان إلى الشمال من محافظة دهوك وإلى الشمال من عاصمة الأقليم محافظة أربيل أيضا للأسف الشديد كما قلت لك المقاتلات التركية بالتأكيد تتعامل معهم في قصف كثير من المناطق الأهلة بالسكان أيضا ودائما من يدفع فاتورة هذا النوع من الصراع ما بين الطرفين هم المواطنين العراقيين في أقليم كردستان على طول خط الحدود من قضاء زاخو إلى سريمانية في نوفمبر الماضي قصفت المدفعية ماذا يعني اليوم دخول المقاتلات التركية إلى هذه المناطق الكل يعلم في قراءة المعارك بأن هذه المنطقة بالغة التعقيد الجبال وهذه المناطق التي ربما قد تستمر فيها هذه الحرب لعقود طويلة وقد بدأت أيضا منذ عقود ماذا يعني هذا التأكتيك التركي هل يعني ذلك عزل هذه المناطق هل لديها إحداثيات لمخابئ المقاتلين في المناطق الجبلية يعني يعرف الجميع وخصوصا المختصين في الأمر أن هذه المنطقة كما تفضلت غاية في التعقيد من ناحية التضاريس هذا من جهة من جهة ثانية هذه المناطق أيضا يتواجد فيها أو تتواجد فيها بعض المراكز والقواعد لحزب العمال الكردستاني التركي وتدور فيها رحل معارك منذ سنوات طويلة كما تفضلت استخدمت فيها على فكرة كل الأنواع الأسلحة استخدم الطيران ليس اليوم فقط حتى الطائرات الحديثة F-14 و F-16 استخدمت منذ سنوات طويلة ضد هذه المراكز وبالتأكيد هناك أصابع للسلطات التركية ضمن تنظيمات هذا الحزب كجواسيس أو كعملاء يعطون إحداثيات لتواجد أو تحركات بعض مفاصل هذه العناصر أو هذه المراكز أنا أعتقد نقل الصراع إلى الأراضي العراقية ضمن أقليم كردستان هو أهروب إلى الأمام سواء لسلطات التركية أو حتى لمعارضهم في حزب العمال لكن هناك مسألة خطيرة جداً هناك مفاصل مهمة في الدولة العراقية أيضاً وتحديداً في الحجر الشعبي تتعاون مع حزب العمال الكردستاني التركي والمثل الحي على ذلك في سنجار في سنجار أيضاً هناك حزب العمال الكردستاني بأذرع متعددة التسميات والعناوين وهم جزء من الحجر الشعبي العراقي يعني هناك طبخة سياسية معقدة جداً في هذا الوضع ولذلك لا الحكومة العراقية جدية في مسألة سأذهب معك إلى الحركة الديبلوماسية والأزمة التي حصلت أيضاً الشهر الماضي هذا التصعيد الإنزال الجوي الذي حصل أيضاً في فبراير الماضي المرتبط بالاشتباكات الأعداد أو الأرقام كانت مرتفعة جداً في صفوف المقاتلين الأتراك في هذه العملية وفي هذا الإنزال لم يتم الكشف عن العدد الرسمي تتحدث مواقع تركية عن عمليات انتقامية عن ردود قد تستمر لأسابيع وهذا المؤشر بدأ في فبراير الماضي الرد المطلوب هل سنعود إلى أزمة ديبلوماسية وماذا يعني أيضاً الموقف الأمريكي وما تحدثت عنه وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون بأننا سنحمي مصالح الولايات المتحدة ونحن سنرسم هذه الاستراتيجيات والغزر التركي أيضاً الذي حصل الأسبوع الماضي مع الإدارة الأمريكية مع الإدارة الأمريكية وحتى مع الإدارة البصرية أيضاً لكن دعني أقول لك حقيقة مهمة جداً وهي قبل الخوف في هذه المسألة هذا النوع من الحروب حرب العصابات لن تستطيع السلطات التركية ليس لأسابيع وإنما كما تفضلت لعقود طويلة قادمة من أن تنهي هذا النوع من الحرب حرب العصابات لا يمكن إنهائه أو إيقافه باستخدام الجيوش والطيران والدبابات والمدفعية أنا أعتقد السلطات التركية وقد نصحت من قبل القيادة هنا في كردستان العراق متمثلة بالرئيس مسعود بارزاني ورئيس الأقليم السيد نيشيرفان بارزاني ورئيس الحكومة بأن يأخذوا طريقاً آخر وهو طريق الحوار للتخلص من هذا الخيار المتعب والباهض الثمن وهو الخيار العسكري المساعد الدبلوماسية لم تنجح للأسف الشديد لا العراقية بين بغداد وأنقرة ولا حتى هنا في إقليم كردستان حاولت القيادة في إقليم كردستان الكثير الكثير مع الطرفين ونجحت لفترة ما في توقيعهم على اتفاق هدنة لكن للأسف الشديد ذهبوا بعيداً أيضاً باختيار الخيار العسكري كما قلت لك من يدفع فاتورة كل هذا الصراع هم المواطنين الكردستانيين هنا في إقليم كردستان العراق وهذه المناطق تجاوزت الخمسمائة قرية تم إخلاءها من سكانها وتدمير الكثير منها سواء بالقصف التركي أو من قبل حزب العمال الكردستاني أنا أعتقد الأمريكان الآن للأسف الشديد يعتبرون الطرف الثاني حركة إرهابية يعتبرون حزب العمال الكردستاني التركي المعارض حركة إرهابية ولذلك هناك غزل ما بين أنكرا وواشنطن وثمنه واضح أنا أعتقد الثمن أيضاً فاتورة حساب كيف تتحرك واشنطن أستاذ كفاح يعني بعد أي قصف أو انتهاك على ما كانت تحذرت منه وزارة الدفاع يعني دعنا نكون واقعيين تركيا عضو مهم في علف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية لا أقول تترأس الناتو لكن بالتأكيد معروف جيداً لدى الكل بأنه هي التي ترسم سياسة الناتو يعني هل يعقل أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع إيقاف هذا النوع من الصراع أنا أعتقد هناك مصالح لكل هذه الأطراف بديمومة هذا الصراع الذي كما قلت وأكرر من يدفع فاتورة حسابه هو العراق وأقليم كردستان في سوريا هناك مصالح متبادلة ما بين الروس والأمريكان والأتراك ومن يدفع الفاتورة أيضاً السكان الكرد والعرب في سوريا في العراق أيضاً من يدفع الفاتورة هم هالي أقليم كردستان الساكنين في هذه المنطقة الخيار العسكري لن يجعل تركيا تنتصر على حزب العمال الكردستاني ولن يجعل حزب العمال الكردستاني التركي يحقق أي من أهدافه التي يبغيها سواء في الأمة الديمقراطية أو في نوع من الحقوق حقوق الحكم الذاتي الثقافي أو السياسي في كردستان الشمالية أو كردستان تركيا أشكرك جزيلاً شكر الكاتب والباحث السياسي الرقيق كفاح محمود كنت معنا مباشرةً مند هوك في هذه المتابعة للقصف التركي واستهداف مواقع داخل الأراضي العراقية شكراً لتشكراً لكم